بهدف تنسيق الجهود وتوحيد المرجعيات وتبسيط الإجراءات ودعم الاستثمار وافق مجلس الوزراء اليوم في جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصوني على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والآثار وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبمجب المذكرة سيتم تفويض سلطة العقبة باختصاص ترخيص المخيمات السياحية التي تقع خارج حدود محمية وادي رم والرقابة عليها على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على توصية بتسوية الأوضاع الضريبية لألف وسبع عشرة شركة ومكلفا مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتسوية أربع عشرة قضية لمكلفين ومخالفين مع دائرة الجمارك الأردنية شريطة أن يلتزموا بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم مع أي رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار